السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنتم منها تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذ الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرة شانال نايدة خوتيما بالفنانة دنيا باطمة والفنانة سعيدة شرف هذيك كتسحات الخرقة ترد عليها فخليكم معي خوتيب السمع شنو قالو على الحسابات ديرهم عبر موقع التسواصل الشمعي انستغرام فكيف ما كتعرفه خوتيب الفنانة المغربية دنيا باطمة اخر خروج لها لخلق دجاجة كبيرة في موقع التسواصل الشمعي واللي داز في قناة عربية فهذا الخرجة دي لدنيا باطمة خلق دجاجة كبيرة وبصير دي الناس قالوا ان فمها غد يخرج عليها فسعيدة شرف نزلت طريع لحساب ديالها عبر موقع التسواصل الشمعي انستغرام اللي كتقول فيه كين اللي كيجيب الربحة بالقدم وكين اللي كيجيبها لفمه بالتوفيق لمنتخبنا المغربي غدا بإذن الله والفنانة دنيا باطمة ردت عليها بسطوري من بحض المفاز المنتخب المغربي انزلت صورة لأسود الأطلس ورافقتها بتعليق بتقول فيه الربحة بالقدم واللي بالفم المهم مربوحة وكيف ما قلت ليكم إحساسي ما كدبنيش وفمي اللي قال هارا هكينا وفي الأخير جاء غن قولم بروك فخورينا بكم يا أسود هاشتاق تقتم وردت عليها الفنانة سعيدة شرف بالسطوري آخر اللي كتقول فيه الله يرحمك يا ممتي زهرة دي ما كتقولي لي شدي كل واحد على قد عقله هي كاينة المهم مربوحة والأهم كل واحد فين غادي توصلوا الربحة ديالو ودنيا باطمحت هي نزلت سطوري آخر اللي كتقول فيه واشحة زينا ردات الوالدين كل صباح تسمعها تسمع ما ما كتصل الفجر وكتديماك الوالدين شي حاجة كبيرة الله يحفظ لكم كل غالي تظهروا في وليديكم أردت عليها سعيدة شرف بالسطوري آخر اللي كتقول فيه الله يرحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم رودة من رياض الجنة كي الناس ماتت وروحها الطيبة عيشة معنا وقيل اللي عيش وميت فيه الأخلاق وميت فيه الضمير الله يصلح الحال هاشتاغ وحدوه قالوا منين ذك العود قالوا من ذك الشجرة فكيف ما اسمتوا أختي بالله نايدر وينما بين بنيا باطمة وسعيدة شرف وبثاف ديالناس في التعاليق اللي معجبوا مش الحال وقالوا ليهم انتوا مبيناتكم خلوا الوالدين في التقار فدنيا باطمة في جز في ذكر برنامج العربي ودرس على القانون ما القانون خرجت سعيدة شرف وقاتليها كي اللي كيجيب الربحة بالقدم وكي اللي كيجيبها لي فمه فدنيا باطمة ما ردس لها سي بسطري آخر اللي كتقول لها بالقدم أولى بالفم المهم مربوحة وردس لها سعيدة شرف وقاتليها الله يرحمك يا مهم سي زهرا كتقول لي ناخد كل واحد اللي حسب العقل دياله مربوحة ولكن كل واحد دياله فنغات وصله وحطة المال ديف وصور ديال البحار وذك شي يعني غديش مشي للسجن فردس عليها دنيا باطمح سي بسطري اللي بداس كتقول لها أن الأم ديالي كتر ديالي في الصباح وفي الليل ولا يخليها لي وردس عليها سعيدة شرف حتى هي كتقول لها باللي الله يرحم جميع أمواتنا المسلمين كي اللي كيتوفى الروح دياله طيبة كسبق معنا وكي اللي عيش ولكن عيش وحطة شموعة وحطة ذك شي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يهدي مخلاق فكيف ما قالوا الناس بسح ذك شي بيناتهم حس الوالدين يبقى افتقار الله يهديهم والله يهدي النفوس هذا شي ما غادي نقوله فكنت أدروا خصيص علاقاتكم بخصوص الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلام